برنامج بسيط لتنقية الصوت من الضوضاء او اي اصوات خارجية عندك على الفيديو برنامج بسيط جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احلان اسواه لعائلة. الله زي ما تعودنا قبل ما نبدأ نبعت الصلاة والسلام على سيدنا النبي. اللهم صلي وسلم وزدي وبارك على زيتنا محمد بقدر حبك فيه. بقدر جاهي عندك فرج ما نحن فيه. موضوع النهاردة باختصار لو انت بتسجل فيديو عادي من التليفون او من اي حاجة. تمام? وحاصل فيه ضوضاء جنبك او اي اصوات خارجية بتيجي في الفيديو غصب عنك. تمام? فبسهولة جدا عن طريق برنامج بسيط جدا. تقدر ان انت عن طريق التليفون تمام? تقدر ان انت تنقي الصوت ده. اه تمام? هنطل مع بعض كده على المتجر. المتجر عادي من تليفونك. تمام? يعني هو برنامج امن جدا. وبنكتب في البحس. ان او اي اس اي. تمام? اهو في الاول. تمام? هو ده البرنامج اللي بيطلع لك. وحول ضوضاء الصوت والفيديو. تمام? وبنعمل فتح. انا بالنسبة لي انت هتنزله. تمام? وبنعمل ايه? فتح. برنامج بسيط جدا ما بيخدش تحميل حاجة برضو. هنفتحه مع بعض وهنشوف خطوة بخطوة من الهاتف. البرنامج اول ما بيفتح بيفتح معك بالوجهة دي. تمام? هو مدي لك مثال هنا. يعني ده مثلا مدي لك هو صوت. في دوضاء جنبه صح? في دوضاء جنب الصوت. شوف الصوت بعد ما اتمكه. تمام? تمام? الموضوع بسيط جدا. طيب هنعملها ازاي? اولا هروح على علامة البلاس او علامة الزائد دي. تمام? وهضغط عليه. بيفتح الاختيارات. انا عايز عندي ملف صوتي. تمام? هدخله هنا او هينقيه ويزبطه. او فيديو. اللي اختيارين قدامك. يعني لو معك ملف صوتي. اه انت مسجل صوت بس. تقدر تدخله في الاوديو. وعندك علامة الفيديو. احنا هنجرب النهاردة فيديو. هو الاوديو عادي جدا سهل وبسط وبسهولة كمان. تمام? ولكن احنا هنجرب الاصعب او اللي احنا دايما هنحتاجه اكتر اللي هو الفيديو. هنضغط على الفيديو. المفروض ان انت عندك في البداية بيجيب لك السماح لدخول اه للملفات وكده. تمام? هنختار مسلا وليكن الفيديو ده. تمام? هيخد الفيديو هو بيحمل معايا كده. بيعد معايا. تمام? انا مختارم بس الفيديو صغير. اول ما بيفتح معايا بيفتح اه اعلان كده. هتخلص وتروح على اه علامة دي. تمام? هلقي الفيديو هنا لسه بيحمل معايا. تمام? بيحمل وقته على حسب اه مدة الفيديو وعلى حسب اه مسائحة الفيديو. عشان بس وقت الفيديو يعني احاول انا مش عايزة اقفل كتير يعني مش عايزة اقطع كتير. بس اه المهم معرفنا الفكرة. فهقفل لوقات ما يخلص كده تحميل. بعد ما خلص اه معالجة الفيديو بيعالج الصوت كمان مرة. تمام? احنا خلصنا الاثنين. وبضغط على كده. بيجي لك بالمنظر ده بضغط على اوكي. تمام? الفيديو قدام اه. هو كده تعالج. هنسمع الفيديو كده من هنا. تفعيل ميزة تشكرات. كان في بعض الاخوة واحنا في الحفلة انا مش هتذكر مين بالضبط كان. سمعين الضوضاء اللي جنب الفيديو. يعني فيه ضوضاء جنب صوتي صح? فيه وش كده. صح? اهو. سمعينه? طب نروح للي اللي يتعالج بقى. تفعيل ميزة تشكرات. سمع الفرق? كان في بعض الاخوة. يعني الفرق اهو. ده فيه وش. والتاني. ما فيش ايه خلال. تمام? طب بعد كده هعمل ايه? عشان اسيفه. هاضغط على كلمة على الاختيار ده. تمام? اول ما بضغط على كلمة بيقول لي اختار. انت عايزه اوديو? عايزه ينزل صوت بس? ولا فيديو? عندي هنا اوديو واختياراته. وفيديو واختياراته. طبعا انا عايزه فيديو زي ما هو. تمام? وهضغط اختار لهنا الاختيار. عندي اختيارات كتير للفيديو. انا بختار مسلا وليكن. تمام? بيتعالج معي. احيانا في بعض اه الاحيان لما يكون الفيديو كبير شوية. كده خلاص الفيديو السيف معي. تمام? اه احيانا لما بيكون اه الفيديو اه طويل شوية. اه هو بيقول لي كده قيمني. لما بيكون الفيديو طويل بيخلينا شاهد اعلان. يا اما اعمل اه اه يعني اما اه احول على النسخة المدفوع. لو على النسخة المجاني دي بيخلينا اشاهد اعلان. لو الفيديو طويل. تمام? لكن الفيديو اللي هو اقل من ثلاث دقيقة قد قدامي. ده ما محتاجش ان انا اشاهد اعلان ولا حاجة. تمام? انا اغطي طريقة انا مش عايز دلوقتي انه وسه انكس مش مشكلة. تمام? كده خلصنا وسجلنا الفيديو ويتعالج الفيديو لو دخلنا كده على الفيديوهات بتاعتي. تمام? مدرين 몺فات. الفيديو. هنا هلاء النسختين من الفيديو هنا اهو نسختين من الفيديو دي النسخة المتعالجة ل Kara dag من هنهزل الاخير والدي النسخة دلق. دي النسخة هذا المتعالجة والدي النسخة دلق. لو ضغطنا اهي هم هاتنين دي النسخة القديمة اه. تمام? اول فتح. تمام? نفس الصوت اللي اسمعناه هناك في الاول اهو نفس الحكاية. تفعيل ميزة تشكرات. في وش صح? النسخة المتعالجة بقى اهي. تمام? اهي. تفعيل ميزة تشكرات. كان في بعض الاخوة واحنا. تمام? ما فيش اي ضوضاء نهائي. هو ده يعني اللي احنا كنا عايزين نقوله النهاردة برنامج جميل جدا وبسيط ومجاني ومضمون لانه جاي من المتجر ما بتحملهش فيها من جوجل على طول او اي حاجة. بتحمله من المتجر مباشرة فما فيش فيه ادنى مشكلة. تمام? اه ده موضوع النهاردة خلصنا. اي سؤال في اي موضوع تحت امر الجميع. اه سيب سؤال بتعليقك او سيب تعليق بسؤالك صح كده? سيب تعليق بسؤالك تحت امر الجميع. فامان الله. سلام الله عليكم ورحمة وتعالى وبركاته. فامان الله جميعا.